الحقيقة إنه مش قادر أبدي ساعاتي بتصريح البنتاجون المتعلق بإنه إحنا لن نترك وسوف ندافع لأنه إمبارح أنا قلت لكم نصر حتى كنت بتكلم مع دكتور طارق وكنت بتكلم يمكن قبل كده فإنه اللي عملوه الأمريكان أو اللي حصل مع الأمريكان الأمريكان ما بيفهموش مسألة إنه والله ده قوات عبد الملك الحوسي فلما بتوجه الضربات لبعض السفن الأمريكية فالأمريكان ساعتها هيقدروا يتفاهموا أن هناك ضغوط تمارس عليهم خصوصا بعد اللي حصل على الحدود السورية الأردنية كما حدث سابقا في إربيل في العراق كما يحدث في الجنوب اللبناني إلى آخره الأمريكان ما بيبصوش على ده باعتبروا تهديد مصالح وأنا قلت الكلام ده الأمريكان ثأريين كاوبويز الأول ياخد بطاره وبعدين يبدأ يفكر وأنا أستطيع الإدعاء بأن الأمريكان ما بيبصوش أبعد من تحت رجليهم عمر ما الأمريكان كان عندهم نظرة ثاقبة للمستقبل عمرها ما حصلت ولو كانت حصلت هم الغرقوا في فيتنام إزاي وغرقوا في أفغانستان إزاي وغرقوا في العراق إزاي وغرقوا زمان في الصومال إزاي وكل مرة يغرقوا وينسحبوا فورا طبعا بينسحبوا بعد خراب مالطة ده لو أشار لشيء يشير إلى قصر النظرة الأمريكية أو قصر النظر الأمريكي بشكل عام ومهماش محترفين سياسة محترفين السياسة النحة التانية بقى في لندن تروح بقى عند الدواهي بس هنتكلم في ده بالتفصيل تقولي كان إيه سعدتك ويقولك لأن أنا قلت الكلام ده الأمريكان ثقريين كاوبويز ومش هيسكتوا غير لما يوجهوا ضربات ثقرية الأول وبعدين يبدأ يشوفوا يا ترى هل تتضرر مصالحنا؟ هل هنمارس ضغوط على الإسرائيليين؟ يفكروا بعدين موسيقى